طب كريمة انت تفرقت من الأول خالص يعني واحد رمضان تفرقت على المسلسل من أول بداية عرضه تفرقت طب وكنت حاسس ايه ما كانش لسه حاسس ان الدنيا هتنتشر وان الناس هتبقى مركزة يعني فيه ناس كتير قوي كانوا بيقولوا ده احنا حاسينه زي وقت المطش بتاع مصر مع بلد تاني ما انا استغربت ان الناس بتعود وقت زيادة مسلسل جعفر لعمدة بيعودوا كأنهم بيلموا بعض بيتفرجوا على مطش وبيشجعوا كده قفلت الحلقات مرعبة يعني بجد الواحد ما بيبقاش عارف ايه هيحصل بكرة وبيقم استني بكرة عشان يتفرج انا كنت بجمعهم عشان ما دايقش نفسي بتاخدي بلوكات يعني هجمعهم فيه مثلا 10 رمضان متفرج على 10 حلقات وارا بعض ناس كدير كان بتعمل كده ناس كدير كان بتعمل كده ايوة لان الواحد بجد كان بيعايز يعرف ايه اللي بيحصل ومحمد سيمي دايما بيقفل في وقت اللي هو احنا بجده حنموت ونعرف ايه اللي حصل بعد كده دي حقيقة فعلا اه لا مسلسل جعفر العمدة كمان متهيقلي على نص رمضان عيلي قوي اه بعد بعد ما احنا عرفنا ان امرأته هي اللي سرقى التفل ولا لا متهيقلي وقت ما وداد اه قالت لسيد اتجوزت شوقي وقالت لسيد انها اصلا خلع من سبع شهور بالزبط متالي دي كتلبوم دا كان في نص رمضان تقريبا ووقت خروج شوقي من السجن مصر كلكت عايز سقت الوداد بجد بص انت كنت طب انا عايز اقولك على حاجة على فكرة عايز اقولك دور وداد مش من الادوار الكبيرة في المساسل يعني دور الاربع ستات اكبر اه الاربع زوجات اه الاربع زوجات اكبر منها ولكن دا اللي انا كنت بقولولك في اول حلقة هي بالكيف هي عملت حاجة فاما في حالة هي عملت فجرت قضية فاما فهي دايما بيتبصلها كده